اهلا بكم معينا في قناة اقرأ لكتابا موضوع النهاردة عن تنظيم الوقت في نظريات كتير ظهرت لتنظيم الوقت منها نظرية 20 على 80 لبريتو ونظرية قانون باركنسون وكمان في نظرية تسمى مصفوفة الاولويات لستيفن كوفي وهي دي النظرية اللي هنتكلم عنها النهاردة ذكر ستيفن كوفي في كتابي العادات السبع للاشخاص الاكثر فعالية طريقة لتنظيم الوقت على حسب الاولويات على هيئة مصفوفة لترتيب الاولويات وتعتمد هذه الطريقة على تقسيم المهام التي ترغب في تأدياتها من ناحية الاهمية الى اشياء مهمة واشياء غير مهمة ومن ناحية استعجالها الى اشياء عاجلة واشياء غير عاجلة ورسم الترتيب ده في جدول السمه لاربع مربعات هنشرحهم مع بعض المربع الاول بيحتوي على اشياء عاجلة ومهمة في الخانة دي بتشمل الازمات والمهام المفاجئة التي لا يصلح تأجيلها واغلب هذه الاشياء اتأجرت في الماضي زي امتحان كان من الافضل بدء الدراسة لي من فترة او بحث كان لازم تبدأ الشغل فيه ومهام تانية كتير زي كده وفيه كمان اشياء الطريقة اللي ظهرت فجأة لكن احتلت الاولوية مثلا مرض احد اصدقائك وضرورة زيارتي او اي حدث طريق وطبعا ده اللي بيحدده الشخص نفسه ونصيحة استفن قفي في هذا الجزء هو محاولة التقطيط للاحداث دي والتعامل معها فور ظهرها في المربع التاني اشياء غير عاجلة ولكنها مهمة والمربع ده هو الاهم في مصفوفة ادارة الوقت ويشمل كل الانشطة الغير عاجلة مثل التخطيط ووضع الاهداف والتعلم واكتساب المهارات وبناء العلاقات وممارسة الرياضة وانشطة تانية يرغب الشخص لتضحية بها للتفرغ للمهام والاشياء العاجلة سواء كانت مهمة او غير مهمة وينصح استفن قفي بتقديط اكبر وقت ممكن في هذه المجموعة من الانشطة لان التركيز عليها هيمنع الكوارث والازمات من الحدوث وذلك بالدراسة قبل معايد الامتحان بفترة كافية او الاهتمام بالعلاقات الاسرية وبما ان قفي بينصح بتقديط اطول فترة ممكنة في هذا المربع فكمان بينصح بالتقليل من الوقت اللي بيقضيه الانسان في المربعين 3 و 4 وتقديط الوقت المتوفر في مهام المربع رقم 2 المربع التالت بيشتمل على اشياء عاجلة لكنها غير مهمة ويشمل هذا المربع المقاطعات والمداخلات التي ليس لها هدف مثل المكالمات الهاتفية الطويلة او الزيارات الاجتماعية الزائدة عن اللزوم والكثير من الاشياء الاخرى التي لا تعود بالنفع على الانسان والدليل على ذلك ان الامتناع عنها او التقليل منها لا يؤثر كثيرا في حياة الفرد ولذلك ينصح كفي باستغلال هذا الوقت في القيام بالاشياء الاكثر اهمية اما المربع الرابع والاخير فيشمل الاشياء الغير مهمة وغير عاجلة المربع ده بينسح كفي بالتخلص منه تماما ويشمل الانشطة اللي بتاخد وقت من الانسان كتير ولا تعود عليه بالنفع اطلاقا مثل تصفح الانترنت لساعات طويلة دون هدف او مشاهدة التلفزيون لوقت طويل دون فائدة والنصيحة التي يقدمها انه حتى اذا اراد الشخص القيام بهذه الانشطة فيقضي اقل وقت ممكن فيها ويستغل باقي وقته في الانشطة المهمة وغير العاجلة اتمنى الموضوع يكون عجبكم وشكرا جدا للي عجب الفيديو عمل لايك وياريت اللي اول مرة يشوف القناة يشترك معنا اشتركوا في القناة